اشتركوا في القناة الجواب على ذلك الله سبحانه وتعالى أمرنا بالدعاء ووعد الاستجابة وهو الذي أمرنا بأن ندعو بأن يطرد الظالمين الظالين من رحمته فإذا أنت تلعن من يستحق اللعن هو امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى يسأل الله يحتاج إلى لعننا؟ لا الله لا يحتاج إلى لعننا كما لا يحتاج إلى صلاتنا لكن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالولاية وأمرنا بالبراءة من مصاديق البراءة لعن من يستحق اللعن يسأل الله ما يحتاج إلى براءتنا الله لا يحتاج إلى ولايتنا لا يحتاج لا إلى صلاتنا ولا إلى لعننا ولا إلى دعائنا لكن نحن المحتاجون والله سبحانه وتعالى علمنا ما نحتاج إليه لطفا منه ورحمة لكي نمتثل ما أمرنا به فنسمو مثل معلم يعلم التلاميذ إذا معلم متطوع إذا معلم متطوع إذا معلم يستلم راتب نقول هذا يحتاج إلى راتبة يظهر أنه يدرس التلاميذ ليستلم الراتب لكن أكون معلمين يذهبون إلى مناطق نائية تطوعا يدرسون نقول لك تحتاج إلى تدريسهم يقول لا أنا ما أحتاج أنا عندي ما يكفيني وهؤلاء لا أحتاج إليهم لا الآن في المستقبل مناطق نائية وإنما أريد أن أخدمهم هم المحتاجون أريد أن أخدم بلدي مثلا هذا عندما يعلمهم عن احتياج لا هم المحتاجون الله سبحانه وتعالى حينما يأمرنا هل هو يحتاج؟ لا أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني والحميد اشتركوا في القناة